بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنبدأ مع بعض الليسون جديد هنتكلم على الليسون 18 انا قريدي سايب بالقصد الليسون 17 و16 ده يعني 7 و1 الشغل فيه متقيل شوية ومحتاجين وقت طويل فهنخلص ده ونرجع مرة تانية ان شاء الله للتوليسون اللي ناسبتها اه اوكي طيب الليسون قريدي في يونيت لوحده هو بيتكلم على اليوسر اكس هو شابتر بسيط جدا يعني ان شاء الله مش هياخد معنا وقت وهو هيكون على فيديو واحد كمان الشابتر بخصار بيتكلم على فكرة الادمينستراشن انا قريدي دلوقتي الدي بي اي او الديتابيز ادمينستراتور هو اللي بيبقى متحكم يقول مين اليوسر اللي هيقدروا يكوننكتوا او يتعاملوا او يقول لهم اكسس على الديتابيز وايه الصلاحيات مصباح لهم يعمل ايه يعني مين يقدر يدخل على الديتابيز ويقدر يعمل ايه كمان باستخدام موضوع الديتابيز فهو اللي بيكريت اليوزر نيم وبيدي الصلاحيات او الديتابيز لليوزر ان هم يقدروا يتعاملوا مع الديتابيز طب الديتابيز زي ايه زي عندي نوعين من انواع الديتابيز عندي سيستم بديتابيز اللي هو اريدي اصلا انا كيوزر اقدر ادخل على الديتابيز من الاساس واقدر اعمل عملية اي اكشن اكشن ده ممكن اقدر اكريت فيو واقدر اكريت تيه ولا اكريت سيكونس يبقى ليه سيشن اصلا على الديتابيز من الاساس ولا لا تمام وعنجي حاجة اسمه اوبجيكت بريفريج يبقى سيستم بريفريج انا اقدر اعمل ايه على الديتابيز من اللوجن على الديتابيز للكرييت اي ان كان نوع الوبجيكت اللي انا اقدر اعمل له عملية كرييت طب والاوبجيكت بريفريج انا ليا صلاحيات على ايه يعني بمعنى انا ممكن اكون يوزر زي اله وعندي بعض الابجيكت اقدر ادي اعمل او اقدر ادي صلاحيات اليوزر تنين يقدروا يكسسوا على الابجيكت ده اللي هو ليكون مثلا تبول ممكن الصلاحيات دي تكون مثلا تسيلكت ممكن تكون اوبديت ممكن تكون دليت اي ان كانت انواع الصلاحيات اللي احنا ان شاء الله هجوف يبقى انا عندي سيستم بريفريج ده على مستوى الديتابيز وفي عندي على مستوى الوبجيكت وهو هنا بيسمع بالفعل للجزئين حاجة اسمها سيستم سيكيوريتي حاجة اسمها داتا سيكيوريتي داتا سيكيوريتي اللي هي اريدي على الوبجيكت المختلف طيب السيستم بريفريج دي زي ايه بيقول لي اولا انت بتعمل create new user او تقدر تعمل remove the user او تقدر تعمل عملية removing table او creating table او backing up table اللي هي backup table طب تعالوا كده نشوف فكرة السيستم بريفريج دي ونعملها بمسالة اقول انا كيوزر او معايا صراحية الـ dba او ذرا كريت يوزر على سبيل المسال هو هنا بفعلا مديني مسال كريت يوزر اسمه demo وidentify by demo يعني ايه identify by؟ identify by يعني بيعرف بواسطة الباسورد معايا يعني اولادي كيوزر ليه يوزر نيم اللي هو هلال طب الباسورد بتاعتي ايه مش شرط تكون هلال ممكن تكون اي حاجة تاني اوكي فهنجي دلوقتي انكريت فعلا الـ user ده وهنكريت من خلال الـ dba اللي هو system user هاخد كده الامر المصيد ده واتخل لكم النقطة على الـ admin الباسورد بتاعته sys وانكريت اليوزر ده اللي اسمه داو دي طريقة كريت اليوزر وعندي طريقة تانية يعني انا بحب دايما شوف الطرق حتى المختصرة عندي حين حاجة اسمها other user اقدر اعمل كده right click واقول له create user دي او دي اللي تنصح بالنسبة لي عملت كريت اليوزر اليوزر كريتت بالفعل طب هل اليوزر ده يقدر يدخل على الـ data base لأ ليه لانه هو ملوش اي system privilege لو جينا هنا عملنا new connection وانتلو هنا اليوزر عملت اسمه demo طبعا دي الباسورد هي لازم تكون كس system demo وعلى orcl bdb وقل له هنا test هيقول لي لأ انه قريدي هنا اليوزر ده اولا معمول له look ما قلوش اي privilege ان هو يقدر يدخل على يعني ملوش session قصلا يقدر يدخل به طب اعملي المشكلة دي هحلها ازاي لازم نديله privilege طب تعالا كده نتخاول ندي اليوزر ده privilege ونشوف اه هيقدر اتحامل معه ازاي بيجنينجي في السليد اللي بعدها يتكلمني على فتة البريفراج اول بريفراج مسلا بيقول لي فيه بريفراج ما فكريت session يبقى اصلا يقدر يعمل login هو حاليا هو مش قدر يعمل login طبعا انا عايز خليه يقدر يكريت session وكريت table وكريت sequence يبقى مسلا developer شخص developer موجود يقدر يكريت بعض database objects فانا عشان اديه الصلاحيات دي بدي هدو grant ببنح الصلاحية بس حب الصلاحية طب تعالا نعمل الكلام ده فعلا بشكل عملي احنا متعودين دايما اللي احنا كل نخلصها ونمسحها ونفولتر على الحاجة بس اللي احنا اشجني عليه طيب لو جيني هنا دلوقتي ادينا الصلاحيات دي لليوزر دي اسمو demo عندي امر بصد جد اسمو grant فقالو grant create session create table create view paste لو جينا عملنا run المرة دي بقى بالفعل لو جينا عملنا connection ال connection اسمو demo واليوزر طبعا يوزر دي مش فرق معي ال case system الباسفورد هي اللي لازم تكون نفس ال case system وهنا orcl bd وقول له هنا test هيقول لي ان المرة دي ان هو success واقدر اقول له هنا connect يبقى انا قريدي كده عملت connect على بديمو بالفعل عندي هنا اه اتنين connection على مستوى ال database admin وديمو وهندخل دلوقتي كمان اه نقدر نconnect على hr عشان ندجي صلاحيات لديمو ده ان هو اي اكسس على object يبقى احنا كده خلاص اتكلمنا عمتا على system وشوفنا ازاي بنقدر نعمل طبعا عشان اشيل اي صلاحية بستقلم revoke وهنقولها دلوقتي ان شاء الله فكرة بتبقى شكلها عاملة زي طيب هنتكلم على option دلوقتي اسمه create role ايه فكرة role role عاملة زي package كده عاملة زي شنطة بقدر اه اه اجمع فيها مجموعة صلاحيات او مجموعة وديها اليوزر مرة واحدة طيب تعال كده نقول مثال بسيط انت دلوقتي عملت يوزر اسمه ديمو اه اديتلو كم صلاحية create sequence create view create session create tables تعم وديتهم اليوزر اسمه ديمو طبعا لو عندك يوزر تاني بنفس نفس الدرغة نفس هياخد نفس الpreverage برضك هتقرر نفس الامر مرة تاني ادي برضك الاربعة وقول له 2 الشخص ده طب ليه اعمل ده يعني ليه اعمل الشكل اللي موجود قدامنا ده عاجي هنا كل يوزر ادي له اربعة الليوزر ده ادي له اربعة الليوزر ده ادي له نفس الاربعة ما انا ممكن اجمع البريفرج الدول الاربعة اسمه manager واقول والله grand manager 2 اليوزر ده واليوزر ده واليوزر ده نعمل الكلام ده نشوف يتعمل ازاي اول حاجة بتكريت رول يبقى اول حاجة عندي هكريت رول اكني كده بكريت الفولدر اللي هو الفوضي او الشنطة بتاعتي فهقول له هنا على الادمن هقول له كريت رول اسمها مناشر طيب تاني خطوة هدي الرول دي اللي الرول دي اصلاحيب طب اصلاحيب بتاعتي ايه اللي هي كريت تابل كريت فيو هدي ايه كده هقول له دي الصلاحيب يبقى انا هنا كريت تابل كريت فيو واي ان كان بقى الكريت اللي انا عايزها او اي ان كان الصلاحيات اللي انا محتاجة ديها هقول له واقدر بمنتهى البساطة طالما عندي رول اقول له واسم رول تو اسم اليوزر انا هنا هجرب عن نفس اليوزر دي اسمه ديمو برضك رغم ان هو اخد الصلاحيات دي يبقى انا هنا جراند اه مانيجر تو ديمو هيقول لي جراند ساكساس يبقى ديمو دلوقتي اصبح معي الصلاحيات اللي هو اخدها بالفعل تعمل وكمان الصلاحيات اللي هي موجودة ما عمليش بس الطبيعي يعني اللي احنا اريدي خلاص بنعمل الرول وندخل فيها الصلاحيات ونديها لليوزر مرة واحدة طعم يعني قادر هنا اقول له تو ديمو كوما هدال كوما عمر كوما حسين كوما خالد اي ان كان بقاعدة دي اليوزر اللي انا محتاجة ادلهم الرولز دي جبقى دي فكرة الرول وده حالتنا طبعا مشكلة كبيرة طب اليوزر اللي انت عملته ده انت حبيت تغير البسفورد بتاعته يعني هو اسمه ديمو والايدنتفايد باي امبلوي عايز تغير البسفورد بتاعته عايز تشينج البسفورد وانتع سهولة التر يوزر ديمو ايدنتفايد باي ايا كانت البسفورد يبقى اللي بعضها ايدنتفايد باي دي انت بتحدد ايه هي البسفورد بتاعته طيب اليوزر تحديدا اله وار بي ديفولت بيكون لك يعني في بعض اليوزر بيكون هما اريدي معمول لهم لك عشان اشيل اللك بتاعته بعمل ايه بقول له بلدك التر يوزر واسم اليوزر هاعتبر ان هو خلاص باخد البسفورد بتاعته وقول له اكاونت وقول له انك طبعا هو اريدي اصلا احنا عملنا الكماند دي بس انا بفاهمك فكرتها ايه يعني انت بعد ما بتدي اليوزر صلاحي او اليوزر نيم والواسفورد بتاعته وتكرت لهم الابريفرج بتاعتهم ممكن اليوزر ده قصلا يكون متعلم عليه ان هو لك ازاي تعالوا كده تعالوا نعملها يعني تعالوا ندخل كده على اليوزر من افضل اليوزر هنا عندي اهو الاتش اوار موجود ده الاتش اوار راي كليك عليه وقول له اودي تيوزر طبعا اقدر ادروبه تعال اعمل له وقول له هنا اكاونت ازلوك هو اهو موجود وكل حاجة بس هو حاليا وقول له اوكي كده لو انا حاولت ادخل بالاتش اوار اللي انا دخلت بيه قبل كده مش يرضو بصو ده اتش اوار اهو تعالوا كده نعمل اه اه اللوجين عليه كوننكت لا بيقول لي ان الاكاونت ده ازلوك طبعا من ايه في المشكلة دي اشيل اللوك يا اما بنفس الطريقة يا اما هاجي هنا وراية تلك بوردك على اليوزر واجي هنا اشيل اللوك بتاعتها يا اما بالكماند ده انتر يوزر اتش اوار اكاونت اللوك طيب انا كده شلت اللوك تعالوا كده نعمل كوننكتو مرة تانية او عمل كوننكتو ما فيش اي مشكل يبقى انا هنا بتحكم في اليوزر اللي موجودين اقدر اتشينج البوسورد بتاعتهم اقدر اغير الستيتيز بتاعتهم ان هي بدلا اما هو يبقى اكتف او بدلا اما هو اريدي يبقى ان لك اخليه لك طب دي كده السيستم بريفرج ايه هي الوبجيط بريفرج الوبجيط بريفرج مثلا على التابل او على الفيو او على السيكوانس او غيرها هو هنا بيديني مثال التابل ممكن اقوله ادي لصلاحيات البيوزر ده ان هو يعمل اوضر عليه او يدريد او 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 اندكس او انسرت او ريفرونس او سيلكت او او افضيت طب الفيوز دي انواع مثلا الصلاحيات اللي هي ممكن تتخد عليه السيكوانس دي معطي الصلاحيات اللي ممكن تتخد عليه ان هو مثلا يسيلكت طيب يعني بالطبيعي ان هو مش هي كريت الفيو يعني مش هي كريت يعني انت مش عندك مه و هو هي كريتت تاني طب تعالا نشوف بق ازاي نقدر ندي الصلاحيات دي على تابل مايو عندي بقى بقى ستتمينت الظريفه اوي يعني ممكن اكون موجودة او لا عندي ممكن اقوله contracting select on اسم الthrough يعني ممكن اقول له سلكت اول اسم اليوز او اقول له مسلا جراند افضيت اه ممكن اقول له سلكت قمى دليل قمى افضيت قمى ايا كان الحاجة اللي انا عايزها وقون على اسماء التابل او على كولم يعني هو هنا عم اداله ان هو هيقدر على كولم محددة كولم دبارتمنت يعني خلونا نوسع الموضوع. انت قد خلاص عرفتوا المسال اللي انت تقدر تتحقق يسيلكت منين؟ Grand select on employees. To user. أو To user والرول اللي اسمها المانجر. طعم؟ وممكن اقول له Grand update. مش مفتوحة على ال department بالكامل. لا ده على كلها المعين. ممكن اقول له delete. ممكن انا اعمل حاجة تانية اقول له كده. على مستوى حتى على ال H4 نفسه. يعني ال H4 ونفسه ممكن هو اللي يعمل ال Grand دي. اذا هو وريث صلحية دي. او خلينا اعملها من ال Admin. اقول له Grand select, update. كما insert. On the table employees. ممكن اقول له كما department. كما job history. كما كسا. To employees. To demo. أو To manager. انت حسب من انت ما محتاج. هو واردي اصلا. ديمو ده ما مقلت في manager. فممكن اقول له To manager. manager. ارجو هي رول. ديمو موجود فيها. آه. عشان مش انا اللي مالك التابل. هقول له HR dot. Grand success. طبعا لو كنت انا اشغال على HR نفسه ووديت له وديت لليوزر ده الجراند. او الرول دي الجراند ما كانش هيطلع لي error ده. ده كده كيفية ازا يقدر اعمل آآ رول وديها الفريفريج وديها اليوزر. طيب. لو انا عايز دلوقتي آآ انا يعني فيه يوزر موين ده. يوزر موين ديمو ده. يوزر رئيس القسمة مسلا او حاجا او راجل موصوق فيه. وأنا محتاج خليه أن هو كمان يقدر يدي صلاحية للأخر يوزر فأزود عبارة بسطة جدا وأنا بديله الجراند بتاعته وقال له ويس جراند أوبشن يعني ويس جراند أوبشن أنه هو كمان عنده صلاحية أنه يدي على نفس الأبجيكت دي اللي هي الامبنويز سوري الدبارتمنت أنه يدي الصلاحية اللي هو خدها لأخر يوزر تاني يعني يباصي البرفيرج دي لأخر طبعا عندي بردك اللي أنا قدر أخلي أن عملية السيليكتة تبقى للبوبليك أقدر أقول له هنا جراند سيليكت دي معناها إيه أن ديمو دا كان هو صاحب الأبجيكت دا في الطول بريفيرج دول بس اللي هو السيليكت والإنسرت يعني يقدر يديهم لنيرو دا معنى كلمة عندي بقى فكرة الميتا ديتا اللي هو أقدر أعمل دي كلها فيوز وأقدر أستخدمها في عملية السيليكت يعني تخللونا كده مثلا ما أقوله سيليكت أستريكس روم اسم البيتا دي شن ريفيو دا يعني حاجة من البيتا دي شن ريفيو اسمه يوزر تاب بريفيرج ميت وكتعال كده نعمل روم هيديني كل الصلاحيات اللي اليوزر دا إدى برميشن لها تعم يعني بيكون لها صلاحيات طبعا عشان دخل بالأدمن فمديني حاجات كتيرة شوية لو أنا طبقت دا كده وكان الـ هو اللي كانت دا الصلاحيات دي وحبيت أو عملت جملة نفس السيليكتية أهو هو مدي صلاحيات للاقيه الانسيرت والسيليكت والأبديت تعم مديها لمنجر ومدي بوبليك تعم اللي هو على الـ object على الـ hr تعم insert the privilege فدي داتا دي شن ريفيو لو أنت حبيت تعرف مثلا الصلاحيات اللي يوزر دا دا ديها دي كلها داتا دي شن ريفيو كل حاجة زي ما هم شايفين ديها ديسكريبشن زي طاح طيب حبينا نعمل العكس يعني بعد ما احنا دينا الصلاحية حبينا نسحبها عندي هنا حاجة اسمها ريفوك طيب عشان ريفوك صلاحية بعمل ايه أنا كنت بقوله اه select update on كزا to كزا المرة دي انا بسحب من هي كلمة بس هتختلف كلمة from وطبعا كلمة ريفوك هقوله هنا ريفوك حاجة هنا على الـ hr user هسحب الصلاحية من ديمو او من منجر اوكي ناشي ناشي اه هو مش هنا اللي ديتلو فتعي لكده ندخل على admin dba وبردك نفس الموضوع hr او لا هو تقريبا معطرد يعني كده نشوف هو معطرد على hr dot department ولا معطرد ماشي اوكي مكنتو only revoke privilege and grant مش كنائي اشتغلنا على employees نحن اصحب صلاحية اصلا من حد ما خدهش onhr dot employees عينة كده اوكي طيب انا لما بقى حب اصحب اصحب اصلاحية تعالى كده نعملها ما فيش مشكلة تاني ده كده revoke تعالى ندخل على hr brand select on embe luis to demo grand success تعالى بقى بدل لما grant نقوله revoke ايجي هنا هقوله revoke او تعالى الاول بس انيجي على demo ده هقوله select asterix from the employees طبعا مش employees لانا employees ده مش بتاعي انا من hr hr dot employees ايا now amantron الدنيا تمام ما فيش فيها اي حاجة هنا بدل grand بقى انا هريفوك اقوله هني هريفوك كان الراجل ده قادر انه حاليا يعمل select المرة دي هقوله revoke select on employees from بقى from demo واسحب الصلاحية اللي انا ندي تاله نكتير واسحب الصلاحية revoke success تعالى بقى المرة دي نعمل نفس جملة select المرة دي ما فيش اي حاجة بيقول table or if you do 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 انت مش قادر تشوف اصلا ال table او view شابتر بسيط اتمنى انه يكون مفهوم وان شاء الله الشابتر جاي كمان هيكون ابسط منه ابسط سوى انت اختر كيف اختر